ما كنتش قلقان كده وقلبك بينه جداً كنت قلقان جداً بعد ما كتبت أول ثلاث حلقات أو حلقتين كنت قلقان وبعدها قابلت أستاذ يوسر الفخراني وهو اللي كان هو اللي نصحني هو اللي نصحني بفكرة أن أنا أشكره جداً يعني هو اللي نصحني بفكرة المراجعين التاريخيين هو اللي قال لي لازم تعتمد على الناس دي ولازم يبقوا متخصصين جداً ومن بعدها الحمد لله بدأت أكتب في الحلقة الرابعة لحد الحلقة تلاتين يعني كنت تتصور أنه المسلسل الحمد لله وشكر الله ما شاء الله كمان يحقق هذا الكم من النجاح أو هذا المستوى من النجاح كنت خايف كنت خايف جداً لأن إحنا الوقت كان عندنا تحدي الوقت كبير إن إحنا طول الوقت بنسجل صوت بهم بيشتغلوا بنعدل كتابة عدنا كتير جداً نعدل في السيناريو مع أستاذ محمد عيد المخرج ومع الفريق بشكل عام كل واحد كان عنده وجهة نظر كان بينقلها لي وأنا بحاول أترجمها على الورق يعني فكان فيه خوف اللي هو يعني يا رب المجهود اللي إحنا بنعمله ده كله الناس تحس به ما تشوفش الموضوع اللي هو إيه ده يعني مجرد أنيميشن أو مجرد زي ما بينقصين كارتون بيسلينا وإحنا بناكل وتمام بقى يلا نشوف المسلسل الجامد قوي اللي بعده خاصة أن إحنا السنة دي عندنا يعني حاجات جامدة جداً فالموضوع كان فيه خوف كبير بس الحمد لله يعني ربنا ربنا كرمنا يعني تعرف دوقات الأطفال بيتنافسه على يحيى وكنوز والكبير قوي شاري السنة الوقت والجيد في الموضوع أنه اللي اتنين بتوعنا الحمد لله اختراعنا كتابتنا أفكارنا مبدعينا صنعنا يعني ودي حاجة حلوة طيب المسألة أنه انت عارف إحنا عادنا لسنين طويلة أنا عندي 47 سنة فأنا من الجيل اللي شاف يعني كارتون مدبلج لحد ما يعني خلاص تعبت أنا لحقت الكارتون روسي مدبلج وكوري وحاجات كتير وبعدين دخلنا في الكارتون الياباني وطبعا الأمريكان يحدث ولا حرار طبعا لغا دلوقتي فلما بلاقي كارتون مصري حلو ببقعت كده ايه مشرقب بالعلق رفع رصي كده وسعيد وما كنتش متصور إن احنا بعد بكر هنعمل حاجة صحيح فجاء يحيى وكنوز الحمد لله فتح لنا كنوز عرفنا إن احنا المواهب في مصر لا تنضب على الإطلاق يحيى وكنوز بقى هيكمل معنا 30 حلقة ولا هيبقى يحيى وكنوز 1 و 2 و 3 و 1 يعني هو دي حاجة بتاعة ربنا إن شاء الله ربنا يسهل ويبقى موجود بس أنا نفس السنة دي نكمل نجاح بنفس الطريقة لغاية الحلقة 30 يعني أنا اللي أقدر أقوله أو اللي أقدر أعد بيه إن شاء الله إحنا لحد الحلقة 30 عندنا مفاجآت وعندنا قصص حلوة جدا وعندنا حكايات حلوة وعندنا معلومات يعني هتبقى مفيدة جدا سواء للطفل أو لأي شخص كبير لكن فكرة الأجزاء دي بتاعة ربنا يعني ما أقدرش أتكلم فيها يعني الجمع ما بين اليقين بالله سبحانه وتعالى وتوفيقه والتصرحات الأوروبية جدا اللي هو إيه وان اتا تايم نحن نشغالين على البروجيك ده وهنكمله بإذن الله على نجاح وبعدين نبقى نكمل والله أنا عايز أقول لحضرتك حكا هو مشروع زي ده بأعتقد يعني أنه هو إنتاجيا ضخم يعني كبير جدا وتتلفتو وتوصل لكل ده معرفش يعني بس هو واضح أنه كتير أه كتير أصل الأنميشن مكلف مكلف جدا ومتعب جدا وإحنا لقينا كل الدعم من الشركة المتحدة ومن شركة هاشتاج ميديا أن إحنا نكمل حاجة ورد جد أو يعني هي مش حاجة ربحية بالدرجة الأولى أنت بتقدم حاجة أنا ما بحبش كلمة توعوية بس هي فعلا هي بتوعي جيل جديد أو بتسلي الجيل بشكل لطيف بشكل فيه معلومة بتقدم معلومة فأنا أعتقد أن اللي هيخد خطوة زي ده يعني إن شاء الله هيكملها